بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس راح نكمل إن شاء الله دروس سابقة عن Object Oriented Programming مقدمة لل Object Oriented Programming راح نشرح ونراجع مع بعض كيف نسوي Class وكيف نسوي Objects من Class هذه راح نشوف إن شاء الله فيما بعد كيف نعرف Objects اللي نبغى نسوي يعني لما نقرأ السؤال كيف نعرف من السؤال إنه والله نبغى نسوي Objects مثلا من نوع Students أو Objects من نوع مثلا Rectangle أو Objects من أي نوع من أي نوع كان راح نشوف الشي هذا في المستقل الآن نفرض إنك أنت قريت سؤال أو شفت Problem أو مشكلة وعرفت إنك تحتاج Objects وحددت مثلا قدت والله أنا أحتاج two classes نوعين من ال Objects أحتاج والله مثلا Object مثلا Student طالب Object مدرس Teacher مضبوطة الآن جاء الدورة التقني Technical كيف نكتب ونعرف Objects في الجافة مضبوط كيف نعرف Objects في الجافة طبعا نعرف Class بعد كده نسوي Objects من Class هذه زي ما شفنا في الدروس السابقة خلوا الآن نوضح العملية هذه عشان تكون بشكل Formal أول شي نكتب Class نكتب كلمة Class هذا خطوة الوراء الخطوة الثانية فيما بعدها نضع اسم الـ Class هنا اسم الـ Class طبعا معنى كلمة Class هي فئة أو نوع تقريبا يعني هذا معناها طبعا اسم الـ Class كمثال عليه زي أنا طبعا بحطه هنا معناه هنا هذا مكان فارغ يعني تقدر تحط فيه يتغير هذا Class Keyword لازم دائما نكتب كلمة Class مضبوط المكان هذا ممكن نضع فيه مثلا كلمات أو ممكن كمثال مثلا حنا شفنا قلنا Student زي أنا معناته Class من نوع Student اللي مقصود فيه الطلاب الطالب بعد كذا الأشياء الثابتة هذي الأشياء الثابتة باللون هذا أنا نستخدم الأحمر أو الزهري نفتح القوس حق الـ Class زي أنا بما أنك فتحت القوس حق الـ Class لا تنسى دائما بما أنك فتحت القوس لازم تسكر القوس هذا فنسكر القوس قبل ما ننسى دائما تعود في البرمجة تسوي الشي هذا إذا دائما تكتب Class بعدين اسم الـ Class تفتح القوس تسكر القوس الآن جهازنا Class وشنا راح نحط هنا جوه الـ Class راح نحط الـ Attributes أو الـ Properties أو الخصائص للـ Object كيف تحدد الخصائص من الـ Object هل تحددها من السؤال اللي شو اسمه اللي وجهه لك مثلا إذا تذكرون السؤال اللي حنا شفناه في المرة السابقة وأكتب برنامج يقرأ بيانات ثلاث طلاب أو أكتب برنامج فيه بيانات ثلاث طلاب طيب إذا هنا في المكان هذا راح نضع الخصائص هذه أو الـ Attributes هذه كيف نضع الـ Attributes؟ أول شي دائما على الأقل على الأقل في الوقت الحالي إلى أن يعني إن شاء الله نبدأ نشرح موضوع هذا راح نكتب كلمة Public في البداية يعني نبدأ بكلمة Public فرح نكتب Public طبعا بما أنها Student أو خلو 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 نحط خلو نحطها بالشكل التالي راح نقول إنه نبدأ أول شي بما يسمى الموديفاير طبعا أنا حطيت هذه بين أكبر منه وأصغر منه يعني معناته إنه هذا كأنه فراغ مضبوط ممكن نضعه مثلا في مربع يعني أفضل مربع ممكن نضعه في مربع فهذا الموديفاير اللي راح نستطيعه كمثال على الموديفاير راح نكتب هنا المثال اللي هو Public مضبوط وهو إلى الآن اللي شفناه فيما بعد راح نفهم الفكرة طيب بعد ما نكتب الموديفاير نكتب هنا Data Type زيان كمثال على Data Type اللي راح نستخدمه مثلا String زيان بعد كذا الخطوة الثالثة راح نكتب شاسمه ال Identifier مضبوط ال Identifier حق ال Attribute أو ال Property زيان اللي هو الاسم يعني الاسم اللي راح نستخدم زي ما كنا ال Variables نستخدم لها Identifier هنا راح نستخدم Identifier زيان فنكتب هنا مثلا Name زيان اللي هو اسم الطالب Public String Name بعد كذا Semicolon زيان الآن عرفنا Attribute مثال ثاني مثلا نعرف Attribute نقول Public ما راح نغيرها هذه الآن بعد كذا Int اللي هو Integer بعد كذا ID زيان طبعا الكلمة هنا ID نقصد اختصار Identifier فلا تخبط بينها وبين ال ID هنا ال ID اللي هو هنا الرقم الجامعي للطالب small ID نفس الشي نكتب هنا Public و هنا نوع البيانات Float و هنا Grade كذا عرفنا Attributes حقه Student طبعا ممكن يجيك واحد يقولك لا Student عنده والله اشياء ثاني عنده يعني اشياء غير هذي مثلا عنده مثلا الاسم حقه عنده الاسم الأول الاسم الثاني الاسم الثالث عنده أكثر يعني وأكثر من جزء الاسم الطالب والله عنده مثلا عنده كورسات الطالب عنده أكثر من Grade الطالب عنده يعني فيه اشياء كثيرة حنا الآن حنا اعتمدنا على السؤال دائما أنت تعتمد على السؤال والProblem اللي أنت معطاك بناء على الProblem تحدد وش الAttributes اللي أنت تبغاها زيان فإذا من الProblem من السؤال اللي جاءنا من المشكل اللي جتنا نعرف أن ما نحتاج للAttributes الثلاثة هذه قد يكون فيه Problem ثاني وسؤال ثاني يحتاج فيه Attributes إضافية للسيزن قد يكون فيه طبعا أسئلة ثانية عن أنواع Object ثانية مضبوط طيب الآن هذه نسميها الجزء هذا نسميه طبعا صراحة فيه أربع تستطيع أنك تطلق أربع أسماء على الجزء هذا من البرنامج جزء هذا كل وحدة أو أفضل نقول كل وحدة من هذولي مضبوط كل وحدة من هذولي فيه صراحة فيه أربع أو خمس أسماء ممكن نستخدمها راح أذكرها كلها وحاول أنك تنذكرها ما تنساها يعني ممكن نسميها Attribute Attribute مضبوط ممكن نسميها هذا الاسم الأول Attribute ممكن نسميها Property يعني فيه كتب تستخدم الاسم هذا فيه كتب تستخدم الاسم هذا وفيه ناس يعني بنت يكتبوا يستخدمون ممكن تسميها Field مضبوط ممكن تسميها Data Member Data Member وفيه اسم فيه Attribute Property Field Data Member وممكن تسميها Instance Instance Variable Attribute وProperty تقريبا كلها ثنتين يحمل النفس المعنى معناها خاصية كل الثنتين هدوالي يحمل النفس المعنى خاصية Attribute Field معناته حقل Data Member معناته عضو بيانات عضو يعني يحمل بيانات ومتغير هنا متغير لي Instance طبعا كلمة Instance تستطيع صراحة انك تضيفها يعني هنا قلنا Instance Variable عشان ما نلخبط مع المتغير العادي فقلنا Instance Variable نصرينك دول Instance Variable Instance Data Member أو Instance Field يعني أهم يعني نحاول لما نلخبط بين الأسماء هذه أهم شي نفهم المقصد منها طبعا في حاجة يعني في يعني إذا كنا نبغى نكون دقيقين مرة يعني إذا تذكرون نرجع للبرنامج أه تلاحظون هنا عندنا عندنا هنا الكلاس أه هنا خلنا نشوف البرنامج هنا عندنا الكلاس Student فيها ثلاثة أتريبيوتس نقول هذا لي ثلاثة أتريبيوتس أو ثلاثة properties مضبوط هنا لاحظنا كل واحدة من هذولي رح تتكرر كذا مرة بحسب عدد الأوبجيكس مثلا هنا حجزنا ثلاثة أوبجيكس فعندنا name و name و name و int و int فهنا يقول لك مثلا هذه الأتريبيوت name اللي في الكلاس هنا يقول لك هذه ال Instance Attribute وهذه ال Instance Attribute مضبوطه ال Object Attribute زيني نضيف كلمة instance لأنه كل واحد من هذولا كل واحد من هذولا نسميه instance زين؟ أو مثال من الكلاس معنا كلمة instance رح نكتبها رح نكتبها الآن فإذا نقدر نقول مثلا هذولي ال Attributes وهذولي Instance Attributes زيني نقدر نقول هذولي المثلا ال Properties هذولي Instance Properties ما أفضل أنك تقول هذولي ال Variables عشان ما تلخبط بين ال Variables اللي هنا وال Variables اللي ال Variables الفعلية اللي تكون موجودة فمباشرا نقول هذولي Instance Variables أرجو أن يكون الاسم مواضح والاسماء يعني ما فيها مشكلة هم شيء الواحد يفهم الفكرة وإذا قرأ مثلا في كتاب أو مقال في الإنترنت أو شيء يشرح عن البرمج وتكلم عنها يكون فاهم لما يتكلم الشخص عن Attributes عن Properties أنه المقصود فيها هالأشياء هذه اللي عرفناها هو ال Class الآن بعد ما عرفنا ال Class إلى الآن ما حجزنا طبعا ال Objects إلى الآن ما حجزنا Objects في في الذاكرة في الخطوة التالية بعد التالي في Class إن أثناء البرنامج نحجز Objects من نوع Class هذا طريقة حجز ال Objects هي بالشكل التالي نكتب أول شيء نكتب اسم ال Class هنا اسم ال Class زين؟ هذا أول شيء بعد ما نكتب اسم ال Class نكتب اسم المرجع أو الرفرنس زين؟ بعد كذا علامة الإسناد Gets بعد كذا كلمة نيو راح أكتبها بلون ثاني عشان تفهمون إن كلمة نيو دي ما تتغير نيو مضبوط بعد كذا نكتب اسم ال Class مرة ثانية هنا اسم ال Class مرة ثانية ولكن هنا كمة تبوع بقوسين حاليا ما راح نعبي أي شيء ما راح نضع أي شيء في القوسين زين؟ هذا نسميه ال Constructor لكن إلى الآن ما شرح ال Constructor فإذلك الآن حط قوسين وبس يعني ينتهينا فيما بعد إن شاء الله راح نشوف متى نضع أشياء بين القوسين هذه زين؟ لكن حاليا هذا وليس فإذا نقدر نقول بالإنجليزي class name class name ومهم جدا أنك تعرف بالإنجليزي هنا نسميه هذا reference 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 ence ence هذا reference name أو identifier reference identifier هنا class name اسم class هذا reference أو المرجع ملبوط يعني حنا تجاوزا راح نسمي هذا ال Object نقول Object مثلا زي المثال اللي عندنا هنا نقول Object S1 Object S2 Object S3 لكن رسميا إذا بغينا نكون دقيقين هذه ال references وهذه هي ال objects زي ما تلاحظون هنا هذه هي references S1 S2 S3 وهذه هي ال objects اللي موجودة هنا زي لكن تجاوزا إذا بغينا نتكلم في بعض الأحيان يعني راح نقول والله Object S1 Object S2 Object S3 أرجو أن يكون الفارق واضح خلوا نشوف مثال طبعا شفنا تو مثال نكتب مثلا نكتب الكلام التالي نقول class student student وبعد كده اسم S1 طبعا هنا اسم ال reference S1 بعد كده علامة الإسنات علامة الإسنات هنا عندنا ثم بعد كده نرجع كلمة new هذه ثابتة دائما زي بعد كده نرجع نكتب اسم class مرة أخرى ولكن متبوعا بقوسين هذه العملية اللي سويناها العملية هذه عبارة عن بالذات بخصوصا يعني بالذات يعني أركز أنا على الجزء هذا الجزء هذا زينا هالجزء هذا نسميه عملية الحجز مكان في الذاكرة أو نسميه بال هنا خلي نقول هنا حجز حجز كائن في الذاكرة من نوع من نوع student أو نسميه بالانجليزي في memory memory allocation لها اسم آخر ممكن نسميها object instantiation استان 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 استانشياشن أخلوه أتأكد بس من 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 السبلنج حق الكلمة ومعنى كلمة استانشياشن instantiation معنا كلمة كلمة بالنسبة لنا دائما تساوي object كلمة دعم تسوي كلمة object كائن أو مثال هنا كائن هنا مثال إذن لو رحنا هنا مثلا هذه هي الـ class لكن فعليا لما نفذ البرنامج عندنا object object instance 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 أو مثال 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 من الـ class اللي عندنا كأنه زي مثلا لما واحد مثلا شركة مثلا تبني بيوت أو شيء زي كده فتسوي الـ class تسوي الـ blue print أو يعني مخطط حق البيوت هذي بعدين تبنيك بيت مثلا أو فيلا كمثال يعني فنقول instance على المخطط هذا بحيث انك تعرف يعني تشوف على أرض الواقع تقريبا هذه هي الأشياء الرئيسية يعني شيء مهم جدا أنك تحفظ الكلام أو المصطلحات اللغة الإنجليزية اللي ذكرنا هنا عندنا memory allocation طبعا هذا هذا هو expression هذا هذا expression بس يختلف عن تعبير يعني يختلف عن expressions السابقة الماثمات كال expressions السابقة تعبير الرياضية بأنه هذا تعبير لحجز memory أو memory allocation يقوم بعملية حجز الميموري تقريبا شكرا